بسم الله الرحمن الرحيم أهمية الاستعداد لرمضان والحرص على الطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم مشيرا إلى أن رمضان فرصة للتوبة وتجديد العلاقة مع الله تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات حملة رمضان الأمل التي أطلقتها الدعوة السلفية استعدادا لشهر رمضان المبارك شارك الدكتور طارق فهيم الأمين العام المساعد لحزب النور بقطاع غرب الجمهورية بالملتقى التثقيفي لكوادر حزب النور بدائرة العامرية والذي نظمته دائرة العامرية أمس السبت وأنقى فهيم محاضرة حول الأوضاع الداخلية في مصر وتداعياتها على الحياة العامة قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء معلقا عن الخطاب المزور المنسوب لحزب النور إنه ضحك عندما رأى الخطاب مضيفا الواحد لما يجي زور ياريتي كونزكي وأضاف محلب خلال مداخلة له في برنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي كسترا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة موضحا أن هناك أشياء تدل على تزويره فالتاريخ الذي وضعه المزور على الخطاب في 2014 والتوقيع الذي قام بتزويره مكتوب عليه تاريخ 26 مايو 2015 كما أنه قام بوضع خاتم شعار الجمهورية على رغم من أنه من المفترض أن الخطاب موجه من الحزب لرئاسة مجلس الوزراء علق نادر بكار مساعد رئيس حزب النور على اتهام الناس بالباطل خاصة منهم الخصوم قائلا أنت تصدق هذا الخبر أو تلك الإشاعة عن خصومك بدون تثبت لأنك فقط تريد أن تصدقها تنسى أية حسنة وتضخم أية سيئة ترد الحق إن أتى من طريق خصومك وترحب بالباطل وتسوق له إن أتى من طريق أحبابك لا تقلق لست أتهمك وحدك بل أنا وبيتي ومدينتي ومصر كلها معك إلا من رحم ربي أوضح محمد الأمين المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين أنه لا يمكن تجاهل حزب النور أو أي حزب آخر من المشاركة في القائمة الموحدة وأكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يدعم أي قائمة تعتمد على الإقصاء وأن القائمة الموحدة تتعامل مع جميع الأحزاب دون مفاضلة اجتمعت مساء السبت لجنة شؤون المرشحين بحزب النور لبحث خطة عمل الحزب للمرحلة المقبلة نظمت لجنة الخدمات الجماهيرية بالاشتراك مع اللجنة الصحية بأمانة حزب النور بمركز بنها بمحافظة القليوبية فعاليات حملة الكشف عن الفيروسات الكابدية للأسبوع السابع على التوالي نظمت اللجنة الصحية بحزب النور بمركز كفر الشيخ قافلة طبية في عدد من التخصصات بقرية قراجة نظمت اللجنة الصحية بأمانة حزب النور بمحافظة الغربية قافلة للتحاليل الطبية بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قتل 45 شخصا على الأقل في قصف للتحالف استهدف مبنى قيادة الجيش اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح أفاد قيادي في المقاومة الشعبية في محافظة عدن جنوبي اليمن أمس السبت بأن أفراد المقاومة الشعبية تمكنوا من صد محاولة لمسلح جماعة الحوثية للتسلل إلى إحدى المناطق التابعة لمديرية المنصورة لقي 11 شخصا حتفهم واعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي ضرب منطقة راناو بولاية صباح الماليزية وبلغت قوته ستة درجات على مقياس رختر يشارك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين في لقاء حكماء الشرق وعدد من مفكر الغرب نحو حوار الحضارات المقرر عقده في المدينة التاريخية فلورنسا بإيطاليا خلال يومي الثامن والتاسع من يونيو الجاري حيث يلقي الكلمة الرئيسة للملتقى تعقبها محاضرة للدكتور أندريا ريكاردي مؤسس جمعية سانت إجديو المصدفة لهذا الحدث العالمي حذر عضو لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا من أن قطاع غزة بات على حافة الانفجار إن لم يتحرك العالم لرفع الحصار عنه وتقديم الأموال اللازمة لحكومة الوفاق للبدء في عملية إعادة الإعمار رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار محكمة استئناف مصرية أمس السبت إلغاء قرار قضائي سابق يصنف الحركة بأنها منظمة إرهابية معتبرة أن القرار الجديد تصويب لخطأ سابق قارت محكمة جنح مركز فارسكور برئاسة المستشار هشام الزهار وبحضور عبد الحق نبيل مدير نيابة ومعاون قضاء عبد الله المهدي بمعاقبة الرائد أحمد عبد الهادي نائب مأمور مركز فارسكور بالحبس الثلاثة أشهر وكفال ثلاثة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ وخمسة ألاف وواحد تعويض مدني مؤقت وخمسين جنيها أتعاب محاما ومصاريف في واقعة تعديه على عماد فهم المحامي بنقد فارسكور كما قرد بمعاقبة المحامي بالحبس لمدة شهر وكفال ألف لإيقاف التنفيذ والمصاريف وتعويض مدني ثلاثة ألاف جنيه في قضية سب موظف عام أثناء تأدية عمله قتل أمين شرطة من قوة الحماية المدنية مساء أمس السبت انفجرت فيه عبوة ناسفة داخل مصنع قنابل في مركز السنطة بمحافظة الغربية قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن قانون الوظيفة العام الجديد سيسمح بفصل الموظف العام عند التقصير موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستسمح بفصل من يحصل في تقريره أكثر من مرتين على ضعيف جدا وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير البحث العلمي بإعفاء مدير المعهد من منصبه أمس والتنسيق مع وزير الصحة لإعداد خطة تطوير شامل للمعهد ليصبح قادرا على تقديم خدمة بحثية وعلاجية ملائمة للمواطنين قال وزير التخطيط يون المتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد لغى ما يسمى العلاوة الاجتماعية التي كان يحصل عليها موظف الجهاز الإداري للدولة أدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة نظام حديث والبالغ عددهم 531 800 طالب وطالبة امتحان مادتي اللغة العربية وتربية الدينية في جميع أنحاء الجمهورية واستإجراءات تأمينية من وزارة الداخلية على جميع اللجان أكد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح وصول 424 مصرية من الجانب الليبي من بينهم 319 وصول شرعي و 105 متسلل خلال الـ 24 ساعة الماضية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدن الاثنين ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود تقص مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الخبر الأخير تشاهدنا اليوم على موقعي أنا السلفي العذر بالجهل من سلسلة شرح قضايا الإيمان والكفر والمحاضرة الخامسة والثلاثين من سلسلة تفسير سورة يونس والمحاضرة الخامسة والعشرين من سلسلة تفسير سورة الواقعة فضيلة الشيخ ياسر برهامي المحاضرات من السابعة إلى التاسعة من سلسلة كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخاري الشيخ سعيد السواح وقفات مع آيات الصيام ومن المقدمة إلى التحاكم إلى الطاغوت من سلسلة الحكم بما أنزل الله الشيخ سعيد محمود في ظلال اسم الله التواب من سلسلة رمضان في ظلال الأسماء الحسنى الشيخ إهاب الشريف تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فضيلة الشيخ أحمد فريد شعبان وعرض الأعمال الشيخ نور الدين عيد جديد فتاة وفضيرة الشيخ ياسر برهامي حكم بيع المخدرات لغير المسلمين أو في غير بلادهم حكم نقش أو رسم لفظ الجلالة على هيئة حمامة أو وردة ما حكم المضي في الخطبة أو فسخها بناء على رؤية منامية كيف ينزع من قلبه بغض حماته وهو كل ما حاول فشل ما حكم الاستمرار في مشروع استكمل فيه شريكه رأس ماله بقرد ربوي بدون علم قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر